نفس السؤال مازال مطوح سؤال المليون عايزة اقف على الارض شوية مش عايزة حلك في الاستراتيجية فحعمل شوية حاجات كده تعريفات في مشترك ما بين لبنان وما بين غز المشترك كان ايه المشترك كان ان حماس استولت على السلطة وضربت فتح وطردتها لوقته طويل من الداخل اسرائيل هنا دخلت استغلت الصغرى هنا في غزة انه ليست هناك السلطة الفلسطينية وليست هناك وحدة بين الفلسطينيين ودخلت حرب انا برضو مش عايز اسميها حرب اسميها عدوان على الشعب الفلسطيني لان حماس ليست حرب يعني حماس ليس جيشا وحماس تنظيم يعني فيه ناس بتصنفه تنظيم ديني ارهابي وفيه ناس بتصنفه تنظيم مقاوم وفي كل حالتين هو تنظيم اسلامي يعني واخد الصبغة التطرف الديني الاسلامي ده له في الصعيد العالمي وفي الصعيد الدول نوع من القراهية ونوع من عدم الاتفاق داخله فممكن جدا كسير عشان بكرهه عشان مقاوم ولا عشان اسلامي عشان اسلامي ومتطرف يعني انا بصراحة عايزك تقرأ مقال حلوة كتبه عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشركة الاوسط عن ان في ساعات الخطأ افزع من العمالة وبيصور ان السنوار ده من القاعدة وليست من حماس وليست من مقاومة فلسطينية انا ميال الى هذا التحليل يعني هذا الاتفاق ونقول ان اسرائيل استغلت هذه الصغرة وضربت غزة غزة تمام نفس الموقف تكرر في لبنان دعنا نقول ان لبنان في نفس الوقت بقالنا سنتين مش هفين ننتخب الرئيس للبنان الدولة اللبنانية مفقودة ومفرغة من الدار الفراغ يملأ الشارع اللبنان منذ حتى 2005 منذ وفاة رفيق الحريري وبعد كده جاء سعد معرفش يملأ العملية فزعماء السنة مطردين من الحكم وزعماء وزعماء المرونيين 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 برضو في فراغ لان حتى انتخب الرئيس عون بموافقة حزب الله حزب الله وعندما اعترض حزب الله عن عدم انتخاب الرئيس جمد الدولة اللبنانية وجمد مؤسسات الدولة فانت امام دولة مفرغة من داخلها من الداخل يعني انا عشان ما نحولش النصر الاسرائيلي الى حالة حقيقية الى حالة يعني فيها نوع من التطخيم والتطخيم المبالغة ليست حالة حرب بقدر ما هي استرلال الشارع الفلسطيني وصراع مع بعض طائرات متطرفة يعني عشان نزبط التعريفات عشان اسرائيل عايزة تاخد المنظر ده ونتانياو بياخده بامانة شديدة جدا عشان يبان انه زعيم شرق اوسطي كبير يعني هو خده على الشعب الاسرائيلي قالك دي مش اصراع مع ارهابيين او متطرفين لا ده حالة حرب وبدأ يسميها يوم القيامة وفي نفس الوقت بدأ يخاطب الشعب الاسرائيلي ويخاطب شعوب الشرق الاوسط بلغة جديدة جدا بدأ يقول ايه بدأ يقول للشعب اللبناني تعالى معايا ده انا بخلصك من حزب الله اللي هو مفرغك من مضمون الدولة بدأ يخاطب الشعب الايراني ويقول له تعالى بقى انت من 79 الدولة مختطفة من الملالي وانا داخل اساعدك على تخلصك من الطائر الديني متطرف فعايز يبان في الشرق الاوسط انا وزعيم شرق اوسطي اللي بينها وبين بعض شعوب ازيل منطقة نوع من العداء ده خطاب برضو فيه بلافهنج فيه خطأ استراتيجي لانه هو مخلصناش من الطائرات المتطرفة بمناسبة الطائرات المتطرفة لانه هو اتصنعت في لبنان رد فعل على عدوانه على الشعب اللبناني ظهر حزب الله وفرغ الدولة من مضمونها نتيجة العدوان الاسرائيلي على الشعب اللبناني وتأخيره في الاتفاقات مع الدولة الفلسطينية في اصل وغيرها هو اللي ادى السلطة لحماس من الداخل وهو ايه اللي ادى الوضع الانقسام الفلسطيني الحادث فانا عايزة احط التعريفات دي بوضوح جدا عشان عايزة اقول لي للدولة الاسرائيلية مش خارجة منتصرة من هزي الحرب خارجة موسيقى استغلت صغرات موجودة في لبنان استغلت صغرات موجودة في في غزة وصغرات موجودة في لبنان واقترست حتى كمان لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا ما دخلتش حرب في سوريا ليه لان فيه في سوريا دولة وكانت طيرات المطرفة عايزة تحافظ على الدولة اللي الموجودة دي هي منهكة من الحرب اهلية ضخمة ومقسمة من الداخل لكن ما دخلتش في هذا الصراح ليه ان هم عايزين يحافظوا على شكل الدولة اللي موجود في سوريا لان لو كان داخل في سوريا كانت اسرائيل داخل عتخلص على النظام السوري من الداخل وتختال بشتر الاسد وتفجر الوضع في سوريا من الداخل وبالتالي كان يبقى وضع اختيار المقاوم ده اللي هو الحزام اللي صنعته ايران في المنطقة لتهديد اسرائيل وهو اللي هم ازرع اللي هي الازرع دي الملتفة حوالين رقبة اسرائيل وكان تفكير من ايران زكي ان ايران تريد ان تدخل على الشرق الاوصى لتكون لاعبا كبيرا في هذه المنطقة واصبحت انا شخصيا بقى عايز اقول باختلف معك انها هتخرج من المعركة دي هتخرج بره منطقة الشرق لكنها اصبحت معرفش بالنتاج دات هندرس بقى الكلام هل هي نجحت في انها تكون لاعب يعني مثلا على سبيل المثال الاتراك دخلوا حشان يكونوا لاعب كبير في سيطرة المنطقة وكانوا ركبين حسان ترواضة اللي هو الاخوان المسلمين وخارجوا من هذا الصراع بخروج الاخوان المسلمين ما بعد 2011 وعدم سيطرتهم على المنطقة كانوا عايزين ياخدوا دول كذا دولة في منطقة الشرق الاوسط وحزامهم كانوا يبقوا التابعين لدولة الدولة التركية اللي هي الدولة التطراك التلات دول اللي هما في حزام الشرق الاوسط وفي حزام الدول العربية اللي هما الترك والايرانيين والاسرائيليين دخلوا على حزام الدول العربية الكلهم لمحاولة التمركز واستغلال الصغارات اللي موجودة في هذه المنطقة الأتراك خرجوا من غير حرب وبدأوا يعيدوا عن العثمانية الجديدة ويعيدوا تفكيرهم بشكل دقيق لأنهم ما كانش من الممكن أنهم يخشوا إلا فيه جزئيا في سوريا وتمركزوا هناك للوضع السوري الضعيف في داخلهم لكن يعني لا عارفين يستقروا في ليبيا ولا عارفين يستقروا في السودان ولا طبعا عارفوا يستقروا في مصر ومصر استطاعت تدير الصراع ده وتحجب الأتراك عن هذا الصراع دخلت الحزام الإيراني ده دخل التف حول إسرائيل وإسرائيل دخلت في هذه الحرب مع طائرات الراديكالية أو طائرات الإسلامية مجبرة على إدارة الصراع وهذه الطائرات استنزفت إسرائيل إلى أقصى درجة ممكنة يعني إسرائيل لم تنتصر وظهور البطل نتنياهو ده ده يعملوا على على الشعب الإسرائيل ويعملوا على على لبنان ويعملوا على يعملوا على إيران أو يعملوا على تركيا لكن ما قدرش يعملوا على مصر ولا يعملوا على الدول العربية أنت لن تنتصر أنت في صغرات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي والحرب دي تكشفت المجتمع الإسرائيلي من داخله وكشفت أوضاع المجتمع الإسرائيلي واعتقد ان كل الدول المراقبة واللي بتتابع حالة الصراع دي بتدرس المجتمع الاسرائيلي في مزايا كثيرة للدول التي لم تدخل الصراع من خلال قرائتها الاوضاع اللي حصلت في اسرائيل وان اسرائيل كينهس ومهزوز من داخله وانه لم يستطع ان يحافظ على وزنه النسب الكبير مش عايز اقلل انها استطعت انها تقلب وتقزم الطيرات المتطرفة بس هذي طيرات متطرفة ونحن في يعني هو كمان متطرف استخدم الاصولية اليهودية زي ما دكتور محمد كتب في مقاله واستخدم الدين كطريقة لموجهة هذا التطرف الاسلامي ووزنه فيه وبرضه حتى في الولايات المتحدة الامريكية هما يعني هو صحيح امريكا كانت فشلة في ادارة الصراع في غزة ومستعدش تعمل كزا واكتر من اتناشر زيارة للمبعوثين الموجودين والكلام ده بس عايزين نقول يعني ان هناك مصالح مشتركة وهناك تواطئ بين امريكا واسرائيل اه في استمرار هذا الحال وهناك رغبة على التخلص من الطيرات المتطرفة هذا الموضوع ظهر عندما اختل ترامب في نهاية عصره قاسم سليماني وادعنا نقول ان كل المعركة دي كلها كانت بتجري ورا مخالب قاسم سليماني اللي صنعها في منطقة الشرق الأوسط اللي حطها في اليمن واللي حطها في لبنان واللي حطها في غزة والتخلص من قاسم سليماني كان اشارة لنتنياهو مش نتنياهو النهاردة بيقول لي اسرائيل انا بيقول لي امريكا انا المعركة دي بتاعتك وانا اللي بحارب دي المعركة بتاعتك وامريكا بتبان في انها عايزة يعني الصورة بتعمل الحزب الديمقراطي بيحاول يبان في منورة داخلية على ان في الداخل لكن في النهاية عايزين نقول ان لا نريد للبنان ان يصل الى مصير غزة ومن هنا من منبرك هنا بننصح حزب الله هو بينسحب جزئيا زي ما يتفضل الاستاذ وحديث قاسم حديث شيخ نعيم قاسم كان واضح جدا ان هو بيحيي سيد نبي بيري الرئيس بيري رئيس البرلمان وده الاول مرة تحصل استعلاء حزب الله كان الديك الرومي كان بتكلم بطريقة مخيفة على كل الدول العربية الله يرحمه فان هو بيطالب الدولة اللبنانية انها تركع تاني انتوا اللي عطلتوا الدولة اللبنانية انتوا اللي عطلتوا وانتوا اللي قزمتم الدولة اللبنانية عبر السنوات الماضية النهاردة انت النهاردة الوضع اللي فيه حزب الله يعني عايزين نقول لا السواريخ عشان ما نعودش بقى نتوهم لا المسايرات ولا السواريخ عنصر مؤثر في الحروب القادم ما خب بلزعتك عملية مهما كانت حتى الناس بالتريقة وفي الشارع يقولك هي بليستيكية ولا بليستية يعني الوضع حكية السواريخ سواء كانت سواريخ ايران او سواريخ حزب الله او سواريخ جماعة دول انا من برضو من المنبر ده بقى دعو السادة اللواءات والمتخصصين والناس المحللين وزا ما يلنا الاعلاميين يدونا وصف تفصيلي اللي بيحصل في الارض المعركة تمام احنا مش في الكورة احنا في معركة عايزين نعرف حجم الخسائر الدولة اللبنانية الضخمة اللي كان ده خلال قومي حوالي ستين او سبعة وخمسين تمانية وخمسين بليون دولار نزل الاربعتاشر بليون دولار انت تتخيل لبنان هيبقى حركة الفقر اللي فيها شكله ايه والشعب ده يعاني ازاي يعني فيه ايه يعني نفوق شوية ونحط التعريفات دقيقة تمام بس انا مش عايز نزول دكتر تمام يعني حضرتك قلت